أهلاً بكم مع شبابي الرومانسية في السينما كمال الشيناوي عندنا اللي يهميني دلوقتي حاجة واحدة بس أني أتقلد أتقلد الفنان كمال الشيناوي أهلاً بيك أهلاً بيك أستاذ كمال يعني تعتقد أن الأفلام اللي سهمت فيها في مشوارك الفني كلها تعتبر لوحات فنية حلوة يحب يشوفها من نقطة الآخر كمال الشيناوي الرسام بالله مش كل الأفلام طبعاً لكن في أفلام يمكن جاهز مش أنانية مني الأفلام اللي أنا أنتكتها دايماً بحط فيها الحتة التشكيلية موجودة باستمرار سواء في إذا كان اللوكيشن أو الخلفية اللي هي أو المكان اللي أنا بصوره لازم أحاول أحط في حتة تصورية جميلة الديكور نفسه بتعملها أنت بنفسك ولا؟ لا أببشرها يعني أنا ببشرها ده أنا ما هو لزة العمل بتاعي أن أنا لما بنتج بحيث أن أنا برسم برسم الشخصيات حتى كمان كشخصيات يعني ممكن تبقى بورتريه لها فعلها وتتحط في أنهي كدر وفي أنهي زاوية وبأي إضاءة ده بيتحقق بس لما بتكون أنت المنتج يعني أنا بتصور أنه كاميرش الناوي لما بيكون بطل رواية بيبقى برضو البطل ده له دلاله على المنتج وله كلمته ده ممكن أن المخرج يسمحها وينفزها والله يشوف هو في بعض مخرجين يعني الوحيد يتفاهم معهم وبيسمعوه وبسق فيهم واسق في نفسي إن أنا أسلم نفسي لهم يعني أضمن إن أنا حتى حتى في الإطار الصحي بتاعي في مخرجين مش سهل إنك إنت تطعف تتفاهم معهم ودوت الحقيقة الوحيد بيبقى عنهم وإنما قد تترك الظروف أحياناً آه أنا أتكلم كتير معهم وبحاول بقدر مستعطي إن أنا أحاولهم وغيرهم ويمكن جايز بيقبل مرة لكن ما بيقبلش بعد كده ده بيبقوا فيلم من المخرجين الشبان لا المخرجين الشبان بالعكس ده المخرجين الشبان يعني أنا مساء عمدت تجربة مع علي بدرخان في فيلم الكارنك آه أول مرة أشتغل مع مخرج جديد شاب لسه حديث ما عملش اختار من فيلم واحد قبل كده ومع ذلك لما عدت معاه واتنائشنا لقيت فعلاً إنه عنده خلفية كبيرة جداً من ناحية تشكيله آه إزاي لما كنت مثلاً أتحرك أنا في الكادر وإزاي أن أنا أستخدم مثلاً بعض حاجات معينة كان بيبقى سعيد بيها كان يتجاوب معايا حيطة الفاني التشكيل دي متتخلاش عنك أبداً في السينما لا يعني جواك دايما بتبقى موجودة في كل حاجة يعني في خطوتي في وقفتي في نظرتي في حركة قعدتي يعني لازم أعمل الأوتلاين بتاعها والخطوط بتاعتك إنها مرسومة في إطار كامل لوحة آه دا أنت بقى هنا تحب المخرج اللي يحس بإنك بتعمل ده طبيعاً مش الحس المخرج اللي يخرجك من حركة اللوحة دي صح يعني بيحصل دايماً لما بيجي مشهد بيني وما بين مثلاً زميلة لي أسأله هتلبس إيه؟ يمكن جايز ده بيفوت المخرج آه في المشهد الفلاني هتلبسي إيه؟ أعرف اللون بتاع فستانها وتفصلته وأحاول إن أنا أخد اللون اللي أنا هلبسه يمشي مع الموقف دا ما بيبقاش من مسؤولية المخرج؟ مفروض دا مسؤولية المخرج وهو مفروض دي مش شغلة المخرج دي شغلة واحد تاني لازم يبقى موجود هو يلاحظ الواحد التاني دا لسنا مش موجود عندنا لحد دلوقتي خالص 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 يعني يعني متروكة لحس الزوء في النجوم يعني آه ودي يمكن جايز ما تلاقهاش في كتير من النجوم للأسف يعني حتى في الواحد بيشوف بعض مشاهد في الأفلام تبص لأي مثلا البطل والبطل اللابسين ألوان متقربة حتى خلفية بتاعتهم متقربة حتى الديكور يعني حتة دي مش محسوسة عند بعض كتير جدا من اللي بيشتغل في السينما تعتقد أنك إنت لو أخرجت في السينما تهتم جدا بالجوانب التشكيلية دي؟ قطعا بدون شك ما دي جزء من العمل الفني ما ودا بيكمل تفكرك يعني في الجوائز بتاعت السينما اللي بتتعمل في المعراجنات العالمية بيبقى جزء كبير جدا من الجايزة على الجانب التشكيلي ده على التناسق اللي موجود ما فكرتش أنك إنت هتخرج يعني من الملاحظة أنك إنت هتفكرت أنك تنتج أنك فكرتش تخرج شوف أنا في كل مرة أنا أخرجت قبل كده كان فيلمي ما قدرش أقول أن أنا أخرجته أو كنت مثلا أحب أن أنا أخرجه يعني كان فيلمك أنا هيخرجه والله يرحمه برايم عمارة المخرج برايم عمارة أولي ظروف معينة كنت أنا بنتجه ما قدرش يخرجه لأنه كان مريض فأمام أمره أخرى ما كانش فيه حد من المخرجين موجود كان فيه هوجة في الانتاج وأنا ما بقيتش أعرف أعمل إيه مش لوني أن أنا أخرجه أخرجه فأخرجته من ناحية تكوين وحركة وتعبير الممثل وكله كان مع درش أقولك أنه يعني أحكم أنا عليه ولكن حكم الزملاء ليه المخرجين ومنهم كمال الشيخ أنه أعجب جدا جدا بيه اللي دي بداية كويسة بالنسبة لك يعني إذا كانت بداية تأكيدة قوية كانت مهمة صعبة يعني كنت حسن صعبة على النجم اللي تعود أن يقفوا قدام الكاميرا أن يقفوا فر الكاميرا ده بالحكس ده حتى هو النجم لما أحيانا بيبقى خارج يعني ورا الكاميرا وفي مشهد قدامه بيمثل من ممثلين تانين بيبقى عايش معهم أوي أوي بس بيبقى الثواني إنما لو وقفت ورا الكاميرا في عمل سينمائي كامل ما مسؤولية أكبر طبعا ما مسؤولية أكبر وزائل إنها تبقى صعبة على نفسه يعني هو تعود إنه يتعامل مع الكاميرا إنه يبقى قدامها ده لا ما ممكن يبقى برضو قدامها وراها يشتغل في نفس الفيلم ما يبقاش متعب ده هو طبعا ما طبعا يعني المفروض إن العين بتتابع الممثل أو عين المخرج بتتابع الممثل قدامه الكاميرا وهو بيتحرك لما يبقى هو العين وفي نفس الوقت هو الممثل بتبقى تالي يعني الفيلم بيخسر حاجة هو بدون شك يعني فيه مخرجين وممثلين في الوقت نفسه أخرجوا ومثلوا في نفس الأفلام اللي هم أخرجوا وهو عندنا الأمثلة كبيرة بالنسبة في الخارج يعني كانوا نجحين وهي بتبقى يمكن لإن الإمكانيات في الخارج بتساعد على ده يعني قطعا إمكانيات السينما في الخارج أكبر من الإمكانيات السينما العربية قطعا فنقول إن إمكانياتنا وإن المخرج يبقى هو البطل يعني دي مسألة هي هو بيني وبينك المسؤولية هنا في مصر كلها وقع على المخرج يعني المخرج هو اللي بيبقى يشتغل في السيناريو ويفضل هو المخرج اللي يحضر الدكورات ويشوف الأكسسوار ويشرف على اختيار الممثلين ويروح ورا الممثل يتفع معه ويقول له عشان خطري أنا اللي حخرجه ويدور على البطلة ويقعد ويطلع عينه يا مسكين لغاية لما يخلص الفيلم ويعمل منتاجه ومكساجه الحاجات دي كلها ما بتأثرش على مستوى العمل طبعا يعني تشت وتن مخرج بين الممثلين وبين رغبات المنتج وبين ظروف للستوديو وارتبطات الحمالية ده قبل ما يخش للستوديو يكون تعب يمكن جايز اللي بيطلعوا على الشاشة ده يمكن ده عشرين في المية من اللي هو يكون عايزه في البداية في حاجات بيتنازل عنها كتير جدا الانتاج تبص لأي ظروفه ومش مثلا مساعدة إنه يجيب له حقا اللي هو عايزه فيه مثلا دي كورات ما هياش على المستوى اللي هو عايزه فبص لأي بيتنازل عن حاجات كتير جدا المخرج عندنا عبال ما يبتدئ يخش الفيلم يكون نهج يكون وقع يعني دي إحنا المخرج مسكين يعني أنا أعرف مخرج من المخرجين يروح لبيت الممثل أو الممثلة وان ما لقهمش يستناهم لقيت لما يرجعوا ما فيش ده هو مخرج كبير وده كله بينعكس على العمل بينعكس على نفسيته والعمل نفسه بيبقى مش كويس يعني نقول المسؤول عن دقي الفنانين نفسهم إن الفنان أو البطل بيقبل عمل أكتر من عمل في وقت واحد يعني يبقى عنده شغل في السوديو مصر وشغل في السوديو نحاس وشغل في المسرح وفي التلفزيون هو طبعا ده غلط أنا بينك يعني يعني هو مش عارف ما بيجيبش نتيجة كويسة أولا بيرهق الفنان ومتهاله الفنان إنه يعني مثلا الشغل حيخلص فلازم يجمع أكبر عدد ممكن من العمال حيث إنه يقدر يكوله إرشين ماء يعني بدل ما يجي فيهم الآن ما إلي إيش يعني لك أنا بتاعي إن الشغل هو مرحي يخلص شغل موجود طالما الإنسان يعني مثلا المسؤول عايزة تنظيم لا لأنه ما هو عنده ثقة في نفسه ثقة في ربنا والرزق ده موجود باستمرار ما يبقاش كده بتكالب وبيخافوا من بكرة يعني عاوزين يلا يلموا قبل ما يروح المول الده مثلا لهم إن السينما حتوقف إنما أنت ما وقعتش في الخطأ ده قبل كده لأ أنا وقعت فيه في بداية حياتي في الأول كانت عبارة عن يعني عايز أأكد ذاتي وأكد اسمي أنا عمل تعليل من الأفلام أول وكنت بشتغل في يمكن حوالي 3-4 أفلام في وقت واحد لكن جات فترة من الفترات حسيت إنه ضغلت توقفت طوالي بقت من إمتى يعني حلقة إمتى وقت عشان أعود أقرى السيناريو وحسه وتعايش معه وتفاهم مع الناس لا مش كده كمان بيؤثر على اندماج الفنان يبقى الفنان معايش دور معين واندماج معين ويخرج للستوديو تاني يعمل دور عكس ما هي كلها دور واحدة زي بدانا حديثنا انت حاسس يعني بيها دور واحدة يعني هو ما بيغيرش اختار من الكربطة والبدلة واسمه حسن هنا ودوك اسمه حسين وخلاص هنا مرة محامي هنا دكتور هنا مش عافية وأدأ واحد انت يمكن لونت أنا ما لجيت كسارت يعني خاركت عن الشاب الوسيم الطيب الحليوة ولواني يعني لسه وسيم طبعا إنما لما خاركت إلى أدوار الفيلن اللي هي أدوار الشرة دي ما حاستش إن الجمهور انزعج منك خصوصا الجمهور كان تعبوا هو للأسف للجمهور عندنا وخصوصا الجمهور الشرقي مش بس في مصر جمهور في بلاد العربية كلها عاطفي جدا لما يحب يحب لما يكره يكره وكان يعني تصور الممثل ده لما يعيش معاه يعني ممثل يخير وبيقدي أدوار الحب والإنسانية وبتاعه يتعاطف معاه ويحبه وتقاله إنه هو كده في الحياة ويبقى خلاص حبه بالشكل ده لما بيجي يغير ويعمل دور تاني بيزعل جدا وبيغضب يعني حنيت من ده طبعا لكن أنا بيني وبينك أنا بيحب أرضي نفسي أولا أنا كفنان إن أنا أحس إن أعملت حاجة وبعد كده القلة اللي بتقدر تقدر أو تقيم الفنان عشرة خمساشة في المية حيقوله كويس بعد كده الناس دي حتبتدي تتأثر وحتحس بعد كده إن ده عمل وإن ده فن وهل تناولت كما ليش ناول تناول هذا الدور زي ما تناول الدور كويس قبل كده ودور طيب أو دور خير كويس يعني حيبتدقي هو يفهم وبعين دي يعني كان الزماني يمكن أكتر للوقتي الجمهور بأكتر وعي يعني بيفرق ما بين الدور يعني إنما برضه في النهاية بتحس إن فيه نسبة كبيرة لازالت برضه تلاقيه خارجة منزعجة يعني أنا أعرف إن أنا عملت مثلا أنا أهواني فيلم الكارنك دوري في الكارنك لما جال السيناريو أريضه عجبني جدا صفوان حسيت إن ممكن هذا الدور أعمل منه حاجة رغم ما سببه من مشاكل كتير لك خارج الفيلم يعني وبعدين حضرت مرة عرض الفيلم في السينما في الظلمة كان غير محد يعرف إن أنا موجوده كله فكان الجمهور منفعل بشكل غريب يعني درجة إنه كان بيشتم في بعض الأحيان اشتم خالة صفوان كنت أنا بيبسعيد جدا هو بيشتم خالة صفوان لأنني كنت عايز توصل عايز أوصل الكراهية للشخصية دي الشخصية دي شخصية مكروهة الشخصية دي مش لازم تعيش في مجتمعنا لازم نحاربها لازم نفهم إيه الحرية ونحافظ عليها يعني أنا بحس إن أنا بأدي أعمل قومي في الحتة دي كدور يعني رسالتي كفى إنها لازم أقول ده معامله جات لك جوابات لا بالعكس أنا كل الناس يعني أنا مثلا أقول سيادتك حاج السيدات بالذات أو البنات يعني اللي هما يعني بنقدر نقول عليهم إن هما عطفين أكتر آه أكتر يعني يقولولي قد إيه كنت فكرنا كهائل ولو إن إحنا اديقنا لكن كنت عظيم أنا بيبقى سهير لما اسمع كلمات يعني شوفك يعني بتبقى يمكن الكلمة دي تبقى وقعها أكتر ما تيجي من ناقد متخصص كويس ما تيجي من الجمهور يعني وقد إيه كنا مدقين منك أنت عملت الشخصية دي لكن قد إيه كنت مقنع معامل الدور حلو بحس بارتياح بينقوده بنقد حلو يعني أنت موضوعي عملت الدور كويس رغم أن إحنا كرهنا هذه الشخصية لكن أنت عملت الدور حلو أنا بتبصت من ده وبعي هنا بقى خوف الممثلين عندنا ما بيحبوش عامل الأدوار دي خف حرصا على حب الظهور ده غلط زي إثبتل إن ده بقى فنان وإنه عنده قدرة على إنه يتلون ويتشكل ويعمل كذا عديد من الشخصيات فين؟ يعني أنت بتأدي دور واحد يعني حب الجمهور ده أحيانا مش بيبقى له إغراءه وبريقه إنه الواحد ما يضحيش به يعني حرص الفنان على إنه ما يختارش جمهوره مقابل إنه ما يعملش أدوار الشر دي مش بيبقى أهول من إنه يعملها ولا الجانب الفني بيبقى؟ لا يعني الجانب الفني وإلا ما قاش فنان يعني أنا مثلاً ما بيجي فنان بيكون بيرسم في حياته بالطريقة الكلاسيك بيجي فوقت الأمن بيغير صلاح طاير كالراجل بيرسم البرترين ما فيش أحسن منه في مصر طاير وعمل سورياليزم وعمل كيوبيزم وبيعمل دلوقتي تحليل القرآن وبيحاول يجدد هل دا يبقى معناها مش كويس؟ نعم هو كفنان يجي منه يعني يعني يكتشف نفسه من خلال الأعمال اللي بيعملها يقدم للناس شيء غير الوجه اللي هم عارفينه عنه بمسأل الفنان كاملش الناوي هل تعتقد أن أدوار الشر اللي تعملت في السينما العربية بشكل عام خدمت أو حققت شيء؟ ولا كانت المسألة مجرد موضوعات للإصارة؟ وأشوف يعني أنا كنت أعرفه دايما أفلام زمان الأدوار الشريرة لأنها للأسف بتكتب بطريقة اللون الأبيض والأسود الخير أبيض والأسود الشر ليه شرير؟ ايه السبب؟ ايه الدوافع؟ مفيش هو كده شرير ربنا خلقه شرير يعني عايز يقتل في الناس وينصوا على الناس ومش هي فيهه بتاعه طب يا خنة طب ليه دا ما كل إنسان فيه حتة على الأقل برضو إنسانية لحد ما بتتحرك فيه ما بيبقاش هو شرير على طول والشرير دا يمكن جايز تشوف أنت في الحياة إنسان عظيم وناعم ورئيج جدا وبعدين في وقت المناسب يقدر إزاي إيزيك وتفاجأ به للأسف كانوا بيكتبوا الشر بطريقة وحشة وأنا كنت أرفض هذه الأدوار وفعلا ما خدمتش وبالتالي ما خدمتش وبالتالي إنك إنت لما بتتفرج على الفيلم عارف إن فريد شاو دا حيطلع يعمل مع مدحم دي مش عارف إيه وفي الآخر يوقع بينه وبين فتن حمامة ومش عارف إيه وياخد وبعدين وبجواب أتو أه ومش عارف إيه حاجات دي آه إدمت يعني ما بقتش الشخصية كده محمود المريجة أو شرير على طول يفضل شرير ما تفهمش ليه شرير وإيه دا وافعه أبدا دا غلط وبالتالي ما حققتش أي شيء حققتش يا بس خالص ما فيش كانش فيه تحقيق لها يعني نقول إنها أسائت مكتوبة خطأ وحتى الممثل لما تناولها تناولها برضو بطريقة خطأ أه تعتقد إنه وحتى بيمثل بطريقة باين فيها إنه هو نصاب وشرير يعني تبقى أنت يعني واحد يقعد يكلم يقولك زايدة أنا وأنا 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 إنت لو عندك زكاء بتكتشف إن الشخصية اللي بكلمك دي شرير وإن دي شخصية وحشة حتئذيك ومع ذلك تبص مستسلم له يبقى يخلوا حتى البطل طالع عبيضة أو البطلة عبيضة إنها قدرت تسمع الراجل ده طب ما حركاته ووشه وتعبيره بيقول إنه شرير يعني ده ده كان فيه استخفاف بالمشاهد كان فيها كان فيه كده يعني يعني آه يعني آه صور حلوة يعني نقول النعوت اللي تسببت الأفلام دي سببت بعض الصفات لبعض النجوم الشر يزاي الأساز المديك والأساس فالي تشاوي يعني وحش الشاشة مجرم الشاشة الأسماء دي دي نقولنها سأت للفنانين نفسهم أكتر ما خدمتهم هم فرحوا بيها ده هم سعداء بيها وبيقولوا إنه يعني دي ألقاب دي ألقاب أه إنما ما غلط طبعا غلط على المستوى الجمهور يعني مفروض إنه اللي بيعمل دور فيه شرير ده وبيقول إنه في الآخر إن الخير يعمتصر هل الجمهور بتاعنا تأثر بدا واستفاد منه ولا ده كان شيء مجرد التسليه بس لا هو إحنا يعني ما بنحاول دائما باستمرار نبين الحاجات المسيرة وبعين في الآخر نقول إن الشار خد جزاءه أو خد نهايته معين بتاعي برضو بيبقى ما بيديش الدرس بدليل إن في فترة من الفترات كتير جدا ناس قلدت الممثلين في الحياة ودخلوا السجون وكان فيه قضايا كتير معروفة ما يبقى برضو الفيلم ما قالش ده كان حصاد كان حصاد يعني من يزرع الشوكي أجني الجراح يعني فما مفتكرش إن الفيلم بيوصل في الآخر إنه مثلا بيديك درس أخلاقي وإنك إنت تقول لأ في الوقت أنا ماشي في طي الشار لأ أتصلح عشان أبقى راجل كويس ما بيوصلش ده أبقى النسيب أدوان الشر ونقول تجربة كمال الشناء وفي المسرح أنا سعيب بيها جداً قوي بحبها جداً 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 وأقول لك إن بعض الأحيان ما تحسش بغربة كده في دنيا المسرح براكس ده أنا بحس بسعادة بتملاني وبحس إن أنا كإني برجع عشرين سنة لورد شاب على المسرح منطلق حياة مرح جري فيه كإني طالف حوش المدرسة وبلعب كإني قاعد مع أصحابه يعني من الحمزة اللي خليك تكون فرقة في وقت من الأوقات؟ آه فرقة مسرحية حبيت المسرح ممتعة يعني أوي توليفة الفرقة المسرحية بتبقى غير طبخة الفيلم؟ لا ما هي واحدة طبعاً لأنك أنت بتعتمي على بعض الممثلين جنبك يكون عندهم حضور وقابلية للجمهور حبهم الجمهور في أدوار يمكن جايز على قدهم ماش تقيل عليهم إزاي تقدم الموعظة في شكل لا ده أنا بقول حاجة تانية إن مجموعة المسرح بتبقى معايشة كلها للعمل في وقت وقت آه دي جميع إنما في السينما يمكن يبقوا في ممثلين مع بعض في الفيلم ما يتقبلوش حوار التصريح يعني يمكن متعة المجموعة المسرحية إنهم بيبقوا مع بعض كل يوم وبيتقبلوا كل يوم وفي حوار يعني في حياة اجتماعية أكتر من السينما ورعين تشوف يعني جمهورك وإنت بتستقبلك أول ما بتطلع على المسرح شوف الاستقبال الحلو ده ممثل السينما محروم منه ما بيشوفوش يعني أنا كتير جدا من الأفلام ما براش تتفرج عليها أفلام يعني إلا بس في عرض خاصة أو حاجة زي دي لما بيبقى فيه عاملين دعوة ونقاد عشان يشوف الفيلم استقبال الجمهور وتسفيق الجماهير دي 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 حلوة متعة أنا غنيت إنت في السينما ما غنيتش في المسرح؟ ما أنا في المسرح عامل برضو فيلم بتاقه بقول فيلم برضو فيلم مسرحية بتاقه من حلوتها اللي أنا بيشتغلها دي في مسرح رحاني في دويتو بيني وبين زميلة هودا سلطان وتلحين حلم بكر بتغني فيه؟ بغني فيه إنما في السينما بطلت تغني بالك موت والله لا هو يعني لو جاهب وإلك مناسبة في الرواية يعني يعني في الرواية موقف تكون البطل أصلا مطربة وممكن يعني الواحد يعني يشغل يودي مغيشة كده بالغنى لكن إنا غني الواحد كده وبتاع لا يليل وعنده تبقى صعبة ولا سهلة؟ بالنسبة لي لا سهلة لأن أنا أصلا كنت غاوي غنى وكنت في معهد الموسيقى العربية وقعدت فيه جتارة شهور ولزروف معينا ما قدرتش أنه أكمل لأن أنا كنت أيام طالب مع تربية المعلمين وطالب في معهد الموسيقى فلقيت إن دا حيرطي على داي يعني واحد منهم حيضيعني فطاريت سبت مع الموسيقى فأنا قسم أصوات كنت غاوي هنا وكنت بغنى في الأفرح دمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر